إسرائيل تحدث أهداف ردها على إيران وطهران تستبعد استهدافة الأبيب مواقع نووية بينما مساعي خفض تصعيد حاضرة في جولة وزير الخارجية الإيراني للمنطقة من الأردن إلى مصر ومن ثم تركيا وسبقتها جولة في دول خليجية يجري وزير الخارجية الإيراني تحركات مكثفة لخفض تصعيد في المنطقة وهو ما كان محور نقاش مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي زيارة تأتي وسط ترقب لرد إسرائيل على الوجوم الإيراني الأخير الذي طال أراضيها لكن ووفق تقارير فقد أجرت الأبيب تحديثات على الأهداف التي ستقوم بدربها في إيران وسط ضغوط أمريكية تطالب بتجنب قصف المنشآت النفطية والنووية ووفق صحيفة نيويورك تايمز فإن الأهداف العسكرية في إيران قد تشمل مواقع ومصانع عسكرية أو مباني حكومية وقد تضم مختبرات أبحاث نووية إيرانية لكن ستتجنب مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية تتفق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع هذه التقارير واستبعدت هي الأخرى ضرب إسرائيل للمواقع النووية لكن في الوقت ذات تحذر إيران من أنها لن تتهاون في الدفاع عن أمنها وتتوعد برد قوي على أي مغامرة إسرائيلية تزود الولايات المتحدة إسرائيل بمجموعة متنوعة من الأسلحة الرئيسية بما في ذلك طائرات والمركبات المدرعة والصواريخ والسفن وفقاً لمعهد ستوكولم الدولي لأبحاث السلام فإن الجيش الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على واردات الأسلحة من الولايات المتحدة التي تشكل من أكثر من خمسة أعوام المزودة الأكبر لإسرائيل بالأسلحة تشكل واشنطن نحو ما يقرب 70% من واردات تل أبيب من الأسلحة على سبيل المثال تم تزويد جميع الطائرات المقاتلة نشطة حالياً في سلاح الجو الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة مع تعديلات خاصة للاستخدام الإسرائيلي تزويد إسرائيل بالأسلحة منصوص عليه في القانون الأمريكي منذ عام 2008 وهو متطلب لضمان تفوق العسكري النوعي لإسرائيل مما يعني أن إسرائيل لا تملك أي أسلحة متطورة في الفترة الأخيرة وتحديداً بعد هجوم السابع من أكتوبر سرعت الولايات المتحدة عمليات تسليم الأسلحة إلى إسرائيل واشنطن سلمت تل أبيب الألاف من الأسلحة بموجب عقود ملتزم بها بحسب تقارير ومصادر عالمية أمريكية وافقت الولايات المتحدة وسلمت أكثر من مئة من مبيعات عسكرية أجنبية منفصلة لإسرائيل مدى السابع من أكتوبر عام 2023 لكن ما الذي أرسل؟ تسمح إحدى عمليات البايع التي تمت الموافقة عليها في أواخر أكتوبر ببايع إسرائيل مجموعات بقيمة 320 مليون دولار لتحويل القنابل الغبية غير الموجهة إلى ذخائر موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي جي بي أس إضافة إلى طلب سابق بقيمة 403 مليون دولار لنفس مجموعات التوجيه وتشمل الإمدادات العسكرية الأمريكية لإسرائيل عنظمة الدفاع الجوي والذخائر الموجهة بدقة وقذائف المدفعية وقذائف الدبابات والأسلحة الصغيرة وصواريخ هيلفاير التي تستخدمها الطائرات بدون طيار وذخيرة مدفع عيار 30 مليمتر وأجهزة الرؤية الليلية والصواريخ المحمولة على الكتف إضافة إلى قنابلة تتروح أوزنها بين 250 رطل إلى 2000 رطل وكان العديد منها قنابل تزين 500 رطل وقام البنتاجون بتجير بطريتي القبل الحديدية المضادة للصواريخ الإسرائيلية الصنع إلى إسرائيل وفقا لموقع Breaking Defense كما منحت الولايات المتحدة إسرائيل إمكانية الوصول إلى المخزونات العسكرية الأمريكية في إسرائيل لتربية الاحتياجات الفورية الترقب سيد الموقف رد إسرائيل المحتمل على إيران الذي قد يدخل المنطقة في سراع إقليمي أكبر يبقى عنوان المرحلة الأبرز إسرائيل أكدت أن ردها حتمي وطرحت سيناريوات عديدة عن الأهداف تمحورت في مجملها حول المنشآت النفطية والنووية وذلك ما تخشاه واشنطن وتحذر منه منك أهداف واسع تقول تل أبيب إن لديها ما تختار منه لمهاجمته لكن الملامح الأخيرة لهذا الرد لا تزال ضبابية نهيك عن أن عمق بعض المنشآت النووية يتطلب القنبلة الأمريكية الخارقة للدروع الضخمة التي لا تملكها إسرائيل هذا ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بقولها أن تل أبيب لا تخطط لاستهداف المنشآت النووية أو النفطية في إيران على الفور رئيس الوزراء بن يمين التنياهو أعلن أن بلاده ستأخذ بالاعتبار رأي الولايات المتحدة لكنها ستقرر ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني بناء على مصلحتها الوطنية ومن هنا تقول صحيفة الأمريكية أن إسرائيل وافقت على تركيز هجومها المقبل على أهداف عسكرية تشمل مختبرات أبحاث نووية في إيران مع التجنب بمواقع التخصيب ومنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومصانعها وستشمل الأهداف المباني الحكومية أيضا أهداف يبدو أنها اتخذت بعد محادثات بين نتنياهو ورئيس الأمريكي جو بايدن بإعلانه خطط تل أبيب لضرب من تحتية عسكرية إيرانية وهو موقف تقول المصادر أنه أكثر اعتدالة من قبل وقد ساهم في قرار واشنطن إرسال نظام التاد الدفاعي المضاد للصواريخ إلى إسرائيل تنضم إلينا من يورك عبر تطبيق زوم سيدة كاميليا انتخاب فرد رئيس التحرير اندبندنت فارسي سيدة كاميليا أهلا بك من جديد معنا في دائرة الشرق سيدة كاميليا بداية ما نسمعه من خامنئي يكاد يتعارض إلى حد كبير ما نسمعه أو نراه ونتابعه من الخارجية الإيرانية مساعي الخارجية الإيرانية لوقف التصعيد أيضا في المنطقة أسألك بداية قبل كل شيء فعلا ماذا تريد إيران الآن هل تريد التصعيد أم تريد خفض التصعيد شكرا جزيلا أستاذ ميراشا على استضافتي ومساء الخير للجميع هذه الجولة لوزير الخارجي سيد عرقجي للمنطقة تحمل رسالتين هذا يقول لنا أولا أن إيران على حفة حرب حقيقية وهو يحاول أن يحشد الدعم ويحصل على الثقة من الدول في المنطقة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تستخدم أجواء هذه الدول لاستهداف إيران وأيضا لخفض التصعيد لأنه كما ذكرتم في التقرير مع كل هذه المعدات التي أرسلت إلى المنطقة ومع القدرات الإسرائيلية من الصعب أن نعرف إذا إيران سوف تكون قادرة على الدفاع عن أجوائها إذا كان هناك هجوم واسع نداق أطلق من الخليج أو من إسرائيل داخل إيران وهذه ليست فقط مجرد بعض الضربات ضد المنشآت الإيرانية لأن إيران توعدت أنه إذا ما استهدفت إسرائيل البلاد سوف ترد وبالتالي هناك الكثير من الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وفي الوقت نفسه الطلب من دول المنطقة ألا تسمح لإسرائيل أو للهات المتحدة بأن تستخدم أجواءها لماذا تبدو إيران متأكدة من أن إسرائيل لن ترد بضرب منشآتها النووية سيدة كاميليا في الوقت أنا لا أتفق مع هذا الرأي وإيران متأكدة أن أي هجوم من إسرائيل سوف يستهدف المنشآت الأساسية من منشآت نووية أو حتى نفطية فكرتم في التقرير كل هذه المعدات العسكرية الأمريكية التي وصلت إلى المنطقة ويوم الثلاثة الرئيس الأمريكي في رسالة للكونغرس الأمريكي ترف أنه رفع من عدد القوات الأمريكية في المنطقة وعزز من الدفاعات الأمريكية وأيضاً إحدار المدمرة وطائرات 1015 و1035 وغيرها التي نقلت إلى المنطقة مؤخراً وكمحلل هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لدعم إسرائيل إذا ما قامت بهذا الهجوم الواسع ضد طهران والأدلة تشير إلى أنه سوف يكون هناك هجوم على إيران وسمعنا الرئيس بايدن قال إنه طلب من إسرائيل ألا تستهدف المنشآت النفطية والنووية ولكن ليس هناك أي ضمانات كما قال السيد ميقاتي الأمس طلب من الرئيس بايدن ورئيس بايدن إذن أكد أن بعض المناطق في لبنان لن تستهدف ولكن استهدفت الأمس إذن الولايات المتحدة تنصق مع إسرائيل ويجب أن لا نكون ساتجين لنصدق كل ما يقوله الرئيس بايدن سيدة كاميليا ما هي التنازلات التي ستضطر إيران إلى تقديمها لدرء خطر التصعيد مع إسرائيل وواشنطن هذا سؤال ممتاز مثلا اليوم الأمين العام كان لديه مكالمة مع الوزير عرقشي وكان هناك طلب مثلا بإصدار السجنة من السجون اللهوثية أو أن يتوقف حزب الله عنه الهجوم على إسرائيل وهذه من بعض الأمور التي يمكن أن تكون من بين التنازلات التي تكون مطلوبة وربما الولايات المتحدة تتدخل أيضا وتطلب من إسرائيل بأن لا تضرب إيران ولكن على حسب ما أراه حاليا على أساس العمليات على الأرض العمليات البرية يبدو أن إسرائيل تود أن تقضي على كل هذه التهديدات ولا يمكن أن تخاطر أن يكون هناك هجمات متكررة من حماس وحزب الله وخيرها أنا مضطرة لمقاطعتك سيدة كاميليا للأسف دهمنا الحلقة انتهت شكرا جزيلا لوقتك ولوجودك معنا دائما سعدة بوجودك معنا في دائرة شرق ولنا لقاء قريب إن شاء الله سيدة كاميليا انتخابي فرد رئيسة تحرير اندبندنت فارسي شكرا جزيلا شكرا جزيلا